منذ اندراع الحرب ومنذ الهجوم الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة احنا شايفين انه فيه انحصار للدور اللي بنشوفه كانت او بتحاول تزعم كثير من الدول انها بتقوم به احنا مش شايفين حد فعلا منخرط في القضية قد المصريين او قد القيادة السياسية المصرية فيه شكل مختلف للانخرط هل ده لان دي قضية من ضمن العقيدة المصرية منذ قديم الأزل ولا ده بسبب ان الدولة المصرية منخرطة جدا في الملف وهي القادرة فعلا على سبر أهوار شو في سؤال حضرتك مهم جدا عايز اأكدلك انه لا تستطيع اي اطراف اقليمية او دولية ان تسحب البساط من تحت مصر مصر هي صاحبة الريادة في هذه القضية الفلسطينية وغيرها من بؤر الصراع في المنطقة مصر بتمتلك حاجتين اساسيتين الحاجة الاولانية هي ان لها مصداقية لدى الاطراف اللي ممكن تتصارع في دول الجوار لها مصداقية كبيرة جدا ازاي اكتسبت هذه المصداقية اكتسبت عبر سنوات لانه الحاجة التانية هي اللي خلتها تكتسب هذه المصداقية الحقيقة يا سبحانه ان مصر دائما حين تتدخل التهدئة والتسوية ليس لها اجندات خاصة مصر ما عندهاش اجندات بتسعى اليها مصر لا تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانما تسعى دائما الى التهدئة وافساح المجال للسلام والتنمية هي دي المصداقية اللي اتكررت نتيجة ظهور مصر وضرها الاقليمي في اكتر من صراع واكتر من قضية وابرزها القضية الفلسطينية اطراف كثيرة جدا تساهم وهي اطراف مشكورة ولكن الريادة دائما للقيادة المصرية وللدولة المصرية في هذه القضية على وجه الخصوص والسبب الثالث بقى في خصوصية القضية الفلسطينية ان مصر لها تشابكات كثيرة جدا مع كافة الاطراف في هذه القضية وكافة الفصائل والسلطة الوطنية وبالتالي لها بالتأكيد ثقل كبير جدا ورأيها دائما يحترم الحاجة الرابعة انه عندنا نمازج كثيرة جدا نجحت فيها مصر في تثبيت تهدئة معينة ووقف عدوان معين تقديم الدعم الانساني كل هذه المحاولات بتؤكد دوما ان مصر في مقدمة الريادة لمحاولة تسويات هذه القضية